سنعرف أن كل قصة نجاح غيمة تظل صاحبها وبقدر ما تتسع الغيمة لتظل أكبر عدد من الناس تكتسب القصة قيمتها أما الزاهدون في قصص النجاح فهم فقعات قصيرة الأجل العديمة الأثر كثير من الناس فقعات وقليل من الناس غيمات أما الصفوة فهم أشبه بمواسم مطر محملة بالغيوم وأولئك هم المفكرون ومع قيمة ما قدمه كثيرون للإنسانية من عطاءات احتل المفكرون دائما قمرة القيادة في قطار البشرية على مدى القرون فليست هناك صناعة أعظم من صناعة العقول فكيف تكون عظمة أحد أساتذتها الكبار عباس أحمود العقاد الذي يمكن أن نتساءل ببساطة عن تأثيره كم عقلا أنقذ من الغلو والتطرف كم عقلا انتشل من براثن التغريب وفقدان الهوية كم عقلا تعلم الجمال على يديه كم شخصا مضى على ضوء سراجه الفكري إنه عباس محمود العقاد الذي عندما اصطدم به خصومه لم يعلموا أنهم يحاولون هز جبل ومهمة الجبل حفظ توازن الأرض التي يقف عليها هذا الغالب العقاد يستحق أن يسمى العملاق فالعقاد إضافة عظيمة للفكر والأدب العربي تجربة العقاد في أن يقرأ ويتعلم هي تجربة ستبقى أمسولة أو نموذج يقدم للشباب ويقدم للعيل الجديد أنك من الممكن حتى إن فاتك قطار التعليم من الممكن أن تلحق به خمسة عشر ألف مقال ومئة كتاب وتزيد عطاء يدعو للدهشة ويحرض تساؤلا كيف؟ نحن لا نتحدث عن مقالات من التي يملأ بها أصحابها بياض زواياهم اليومية نحن نتحدث عن مقالات شغلت القصر الحاكم في مصر الملكية بل زلزلته أحيانا مقالات كشفت عورة جماعات الظلام مقالات أرقت شعراء وكتابا بحجم أحمد شوقي مقالات صنعت وعيا لم يزل نابضا في تلامذة العقاد وتلاميذ تلاميذه نتحدث عن مؤلفات يدور الباحثون حتى اليوم في فلكها فلا يعودون إلا بغيض من فيضها ونعود للسؤال كيف؟ وهل يمكن لأحدنا أن يكون عقادا آخر؟ الموسوعية العلمية في الكتابات الإسلامية الإنسانية النثرية الشعرية تراجم السير جعلت المكتبة الفكرية بعد العقاد لم تشغل بنصيفه مش بمثله بنصيف العقاد لم يأتي للآن نصف العقاد في حقيقة لا بد أن تسجل وإلا الذي يدعي أنه يعني أقول له طب اكتب فقط على نمط العقريات إن استطعت يبقى أنت ملأت مقعد العقاد مقعد العقاد ما زال شاغراً ترجمة نانسي قنقر